السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليها عبدالل الصلاة والسلام النهاردة انا جايب لكم افكار لاول يوم رمضان اه او اي او فكرة لعزومة رمضان اول حاجة هجيب صنية هنحط فيها معلقة سمنة او زيت عافية ايا كان لتستخدميه هحط بصل مفروم ومعايا لحمة من عند الجزار انا فرماها في البيت دي جماعة كيلو بالضبط لحمة مفرومة وهبدأ انا حاليا في مرحلة ان انا اعصق كل سنة وانتوا طيبين طبعا بمناسبة دخول رمضان علينا حبيت ان انا اقول لكم حاجة حصري كده وحاجة مفيدة اه للصفر والعزومات بتاعة رمضان انا هنا هضيف فلفل اسود على اللحمة المفرومة طبعا كل هنا بنبقى محتارين وعاوزين نشوف اي حاجة نعملها مختلفة كده ودفرنت في نفسها علشان تبقى العزومة بتاعتنا جميلة ومتكاملة والناس تنبسط بيها اه بعد ما انا هعصج اللحمة يا جماعة اه انا حطيت ورق لورق كده علشان بتخلي نكهة اللحمة جميلة جدا والحلة اللي هناك دي عرب وتجاز انا سلقى فيها المكرونة علشان اول حاجة هعملها اه في حلقة اليوم اه ان انا هعمل مكرونة بالبشاميل وهعمل معاكم اه منبار تمام الخلطة بتاعت المنبار انا مسبكة الطماطم مسبكاها اه الطماطم نعمة وجميلة وتقيلة خالص وعندي رز غسلة كويس جدا وهبدأ ان انا احط التسبيكة التسبيكة دي يا جماعة بتبقى عبارة عن طماطم ديفالها كمون وكزبرة وحبت فلفل اسود بسيطة والملح بتاعي وبعد كده انا فرما بصل هبدأ ان انا احطه وقلبه برضو دي طريقة المنبار على البارد طريقة سهلة باذن الله وجميلة وان شاء الله هتعجبكم المنبار في العظمات بيبقى ليه شكل ويبقى ليه طعم جميل دي خضرة يا جماعة الخضرة دي متشكلة حتى بقدونس وشبط وكزبرة وهبدأ ان انا اقلب الخلطة بتاعت كويس جدا كده خلطة المنبار بقيت معايا جاهزة ومية فل وعشرة عاوزة ابدأ حشو في المنبار بتاعي هحشي على طول مش عاوزة اه يعني انا لو عاوزة ان انا احشيها اعمل خلطة المنبار عادية سايدة هعملها لكن انا عادة بحب احط معلقتين ثلاثة من اللحمة المفرومة اللي انا عمليها دي بتدي طعم جميل جدا دي يا جماعة افكار لعظمات رمضان تمام كل سنة وانتو طيبين ويا رب تقعد علينا الايام بخير يا رب وصحة وعافية وراح تبقى لي يا رب العالمين بعد كده بعد ما انا عصقت اللحمة هضيف عليها اه تماطم متقطعة مع قرنفلفل اخضر حر كده سبايسي علشان يزبط الكلام دي رشة ملح كده علشان اللحمة بتاعتي خلاص بدأت ان هي تستوي شايفين ادي اول معلقة هحطها واحط معلقة كمان ممكن كفاءة المعلقتين دولت وممكن عايزة تحطي نصف كيلو اه على المنبار بتاعك برضو حطي مش هيبقى في مشكلة بالعكس هيبقى طعمه كل ما هتزود لحمة مفرومة هتاخدي نتيجة من المنبارد اه افضل بعد جده انا منضفها المنبار عندك في صندوق عندك في القناة طريقة تنضيف المنبار بطريقة سهلة وبسيطة وانشاء الله تنول اعجابكم هده الخلطة بتاعتي باية جهزة هبدأ ان انا احشي المنبار بتاعي واحدة واحدة فضلا وليس امر ان يا جماعة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد ويا ريت تقول لي رأيكم في الفيديوهات بتاعتي في الكومنتات وترفعوا لي الفيديوهات باللايك علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدين اه طريقة المنبار طريقة حشو المنبار فيه تلات طرق ممكن تحشيب بالقومع بتاعي الازازة واللي هي الفتحة كده اللي من فوق وممكن بمعلقة صغيرة بس مش هتبقى لطيفة المعلقة الصغيرة وممكن يا جماعة اه ودي افضل طريقة اللي انا بفضلها ان انتي تعملي بصابع كل اتنين تحط صابع كل اتنين بتاعك ايدك الشمال اللي انا رابسة فيها الدبلة دي ايد الشمال وهبدأ ان انا اه احط بايدي اليمين هبدأ ان انا افتح كمان وهبدأ ان انا احط معاكو بس علشان اه يطلع معاك المنبار بطريقة سهلة وطريقة بسيطة حاولي يا حاولي ان انتي ما تملهوش جامد تمام تحاولي ان هو ما يبقاش مليان شايفين جميل جدا جدا وزي الفل ادي اول واحد عملته قدامكو هبدأ ان انا اكمل باقي الكمية شايفين وبعد كده هبدأ ان انا احط معاكو واحد تاني هجربو يعني علشان يبقى سهل عليكم ان انتو آآ تبدأوا ان انتو تحطوا الحشو بتاع المنبار بطريقة سهلة وبسيطة ممكن يا جماعة تستبدلوا يعني مسلا تحطوا حبة ردز بسيطة وتحطوا باقي الكمية لحمة مفرومة ده على حسب كل امكانيات اي حد وفي ناس بتعملوا نيف نيف كده سادة زي خلطة المحشي عادي جدا. بس انا هنا حطيت تلات معالق لحمة مفرومة سوري بس علشان بتاع المنبار يزبط معايا. آآ هنا انا حطة حلة مية آآ الحلة دي مائس ثمانية وعشرين آآ حلة كبيرة آآ نوعها سيراميك دي جميلة جدا بحب اعمل فيها المنبار دايما آآ بتسوي بسرعة وبيطلع زي الفل يعني اي او ايا كان اي حلة يعني حلة المونيا اي حلة. هحط حبت ورق لورق وهحط بصلة صغيرة وطماطم صغيرة واول ما المية هتغلي هبدأ انزل بالمنبار واحدة واحدة. ومش هملحه يا جماعة غير قبل ما يستوي بحاجة بسيطة علشان المنبار بيتعامل معاملة اللحمة لو انا حطيت له الملح في الاول خالص مش هيستوي بسرعة. وهسيبه كده هغطيه هسيبه مع نفسه. دلوقتي انا هعمل خلطة الفراخ الكنتاكي او الفراخ بطريقة المطاعم. آآ اول حاجة هحط آآ علبتين زبادي. آآ لو ما عندي الزبادي ممكن احط آآ اشتري علبة لاب الرايب من عند اي سوبر ماركت. وبعد كده هستخدم التوابل بتاعتي آآ توم بودر بصل بودر بابريكا فلفل اسود ملح ومعلقة صغيرة بيكين بودر. هبدأ ان انا هحطهم سريعا آآ فلفل اسود. توم بودر بصل بودر ملح بيكين بودر. بابريكا. حطيت معلقة ما آآ كوباية دقيقة كبيرة اللي هي الشوب ونص كوباية نشا. وبعد كده حطيت التوابل اللي انا قلت عليها. توم بودر بصل بودر بيكين بودر بابريكا ملح فلفل اسود. هبدأ ان انا هحط معلقة صغيرة وهبدأ ان انا اقلب. البيكين بودر بتخليها خفيفة وما بتشربش في الزيت. وهبدأ ان انا اقلب كويس جدا علشان الخليج بتاعي يمتزد كله مع بعضه. هبدأ ان انا احط كوباية مية وهبدأ ان انا اقلب بالمضرب بتاعي وهفضل اخليها توصل لقوام البينكيك او لو في ناس مش عارفة البينكيك ممكن يوصل لقوام الكريب تمام عجينة الكريب كده. المهم يعني هي ما تبقاش خفيفة. ولا تبقى تقيلة جدا يعني تبقى ايه وسط. هبدأ ان انا اقلبها كويس جدا بحيث ان هي تمتزج مع بعضها. هقلبها كويس جدا. آآ وانا بقلب فيها يا جماعة هقول لكم سريعا كده الفرخة دي انا جبتها. عملت لها اول حاجة محلول ملحي اعدت آآ قعدت ثلاث ساعات في المحلول الملحي عبارة عن ملح وسكر وخل. وحطتها في خلة فيها مية. المحلول الملحي ده طرد منها الدم كله وريحة الزفارة بتاعت الفراخ. تمام? بعد كده صفتها وبعد كده آآ جهزت الخلطة بتاعتي. وبعد كده هجيب سكينة رفيعة لها سن مدبب. هبدأ ان انا انزل فيها اعمل فيها آآ فتحات كده وصغرات. محيس ان التدبيلة تدخل فيها كلها آآ وتستوي بسرعة. آآ سريعا يا جماعة التدبيلة لازم الفرخة هتقعد في التدبيلة. تمام? هتقعد فيها آآ كل ما هتقعد عدد ساعات اطول كل ما هتبقى معك افضل. انا انا عملتها يا جماعة تبلتها الساعة واحدة بالليل. وسوتها تاني يوم الساعة سبعة المغرب. آآ آآ ساعة ستة المغرب. فكانت بالنسبة لي طعمها زي بتاعة المحيلات بالزبط. وقد يكون يعني افضل بشهادة اللي اكلوا منها. تمام? هبدأ ان انا احطها كده واغطي التدبيلة كلها. بص يا جماعة الفرخة آآ لو اتنين كيلو قطعيها تمن آآ تمن قطع. كل ما تكبر الفرخة كل ما انت تزود في القطع. تمام? هنا هعمل البشاميل معلقة آآ حطيت زيت او سمنة حسب المتاح عندك. وحطيت دقيق وهبدأ ان انا اقلب علشان اعمل الكريم البشاميل. هبدأ ان انا اقلب كويس جدا جدا. ده غاية ما توقع الزيت او سمنة يتغل بعد دقيق ودي ما يبقاش ظاهر نهائي. انا هنا ضفت اللبن. لو ما عندي كيش لبن دي في شربة شربة فراخ شربة لحمة. ما عندي كيش شربة لحمة او شربة فراخ ولا عندك لبن. ممكن تستخدمي مية على كوبات مية آآ مغلية على مكعب مرأة دجاج او لحمة او فراخ اي يان كان آآ هيصد معاك الغرض يعني. وهنبدأ ان احنا نقلب كويس جدا جدا جدا. لغاية من هي توصل للصمك المعتاد يعني بتاع البشاميل اللي احنا كلنا عارفينه. هرش آآ رشة ملح. وبعد كده هضيف حبة فلفل اسود اللي هو البشاميل. مش بيتحط له طوابل خالص خالص خالص. مش بيتحط له غير آآ فلفل اسود بس. بس. انا جبت الصنيع خلاص عملت البشاميلي بتاعي زي ما احنا شايفين قوامه جميل جدا. آآ بعد كده حطيت البشاميلي في اللي صانية من تحت. فيديت يا جماعة المكعب بتاع القطعة نفسها بتاعت البشاميلي بتطلع قطعة كاملة. وبعد كده هيحط الماكرونة. الكمية اللي انا محتاجيها. وبعد كده هبدأ انا هشيل وراء اللورة وبعد كده هبدأ ان انا اضيف اللحمة المعصتاجة معايا كاملة مكملة. دي لحمة بقر يا جماعة انا آآ جايبها من عند الجزار وفرماها في بيتي. في المفرومة بتاعت البيت العادية. الفيديو ده حصري آآ يعني مفيش حد عمل قبل كده اللي هي اول يوم في رمضان. احنا لسه باقي احنا في اول رجب. لسه باقي يعني شهرين. الا ايام يعني بسيطة. بس حبيت ان انا افكركم بالايام الكريمة الايام المفترضة. ودايما هعمل لك افكار للفطار. افكار للسخور برضو. انا حطيت باقي كمية الماكرونة. في تك يا جماعة عمامتي بتعملها دايما في الماكرونة البشاميل. الكوباة اللي قدامكم دي فيها آآ آآ مسلسين. جبنا نصطن. ليه جبنا المسلسات. وآآ وعلبت ومعلقتين جبنا كبيرة. الجبنة العادية اي جبنة عندك. وبيضة وحبة فلفل اسود. هبدأ ان انا نضربهم كلهم في بعض. واول ما يمتزجوا جامد جامد هحطوهم على باقي البشاميل اللي باقي معي اللي انا هغطي به الوش من فوق. بتطلع طعمها طحفة جدا جدا. انا حطيت البشاميل اي حطيت فلفل اسود عليها على الخلطة. علشان ريحة البيض ما تبقاش طلعة في البشاميل. طريقة سهلة جدا وبسيطة وبإذن الله هتعجبكو. هبدأ ان انا اغطي يعني خط معلقتين كده على على الصينية. وهبدأ ان انا اضيف الكوباية اللي انا عملتها دي. في البشاميل اللي انا هغطي به الوش بتاع البشاميل اللي بتاعي. طريقة بإذن الله سهلة وبسيطة وان شاء الله هتعجبكو. فيه تكات كده في الاكل بتعمليها بتفرق معاك جدا جدا. يا رب اكون في الفيديو ده قدرت ان انا اقفيتكو ان انا اوصل لكو افكار لاول فطار في رمضان او اول عزوما في رمضان ليكو. وهنشوف شكل الصفرة مع بعضينا. آآ في الاخر في اخر الفيديو. باذن الله هتعجبكو جدا. آآ عملت كمان مع الفراخ يا جماعة عملت رز اصفر. اللي هو الرز آآ رز ريزو. انا كنت عاملها قبل كده في القناة. آآ اتعبوا بس هتلاقوه في آآ في الفيديوهات بتاعة القناة. وعملت آآ بسلة. والبسلة انا ملحقتش ان انا اصورها يعني معلش. وبرضه عملت كيب دواني ايه? انا بقول لكم الافكار علشان الفيديو كان هيعدي آآ وانا يعني بتملوا. دايما بتملوا من الفيديوهات الطويلة. فانا حبيت ان انا اعمله تلت ساعة. كمان عملت بسبوسة. ودن منبار انا بدأت ان انا احمره. آآ زيت سخنه وطوصة كبيرة. آآ والزيت لازم يكون غزيرة علشان يخليك توصلي للون الدهبي اللي انت عاوزاه. كل سنة وانتوا طيبين ويا ربي يا ربي دايما رمضان نيجي بالخير والسطر والصحة والسعادة وراحت البال. دي افكار يا جماعة انا حبيت ان انا اعملها لكم علشان توفر عليكم الحيرة. انا هنا في الصناع الفخار دي جبت كوباتين دقيق وجبت نص كوباية نشا وحطيت توم بودر وبصل بودر وحطيت بابركة نفس الخلطة بتاعة الفراخ هي هي خلطة وحطيت حبة فلفل اسود وحطيت آآ ملح وحطيت كاري وكاري اه وحطيت حبة كركم بسيطة وحطيت آآ نشا وآآ ودقيق زي ما احنا قلنا وحبت بيكينبوب. يعني هي نفس النفس الطريقة بتاعة الخلطة. قاد الفراخ بعد ما طلعت. كان قعدت في الخلطة حوالي عشر ساعات. يوم يعني. هبدأ ان انا اطلحها في الصينية دي. الفراخ شربت في التطبيلة. والكوفر انا مجهزة. ركزوا يا جماعة في خلطة في تكة واحدة وحركة واحدة بس. هتطلع لك الفراخ زي الفراخ بتاعة المطاعم. دي انا عملت الرجل هنا. برضو معي بنتي بتحبها. حبيت ان انا برضو ان انا احطها لها في الخلطة. واسويها. والرجول يا جماعة آآ مفيدة جدا. يعني في في ناس وفي بلاد دي عندهم واجبة. واجبة اساسية كمان. هبدأ ان انا احط الدي ايه? وهبدأ ان انا انفطها كده. النفضة دي هي اللي بتعمل آآ زي تضاريس كده في الفرخة في الجزء بتاع الفرخة اللي انا بتبله. وبتطلع زي الفراخ البرست بتاعة المطاعم وبتاعة كنتاكي بالزبط. شايفين شكلها? السر يا جماعة ان احنا هنعملها في زيت غزير. تمام? وزيت سخن وهوط عليها النار متوسطة. وبعد كده هحطها في نصفة علشان تصف الزيت الزيت. تمام? شايفين? قد السفرة معانا. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. يا رب بعود الايام ويا رب يا رب. يجعل بيوتنا دايما مفتوحة والخير مليها. قد الفراخ بعد ما طلعت. ودي كبدة بنيه ومنبار. الرز الاصفر يا جميع الرز الريزو اللي انا قلتلكو عليه. طحفة جدا. ودي البسلة زي ما انا قلتلكو. ودي كبدة بنيه. شكلها طحفة. ودي كانت افكار لأول عزوما في رمضان او اول فطار في رمضان. يا رب اكون قدرت ان انا قفتكو. وكل سنة وانتوا طيبين. وشكرا جدا جدا للمشاهدة.